السلام عليكم أصدقائي طلاب الصف الأول المتوسط بهذا الفيديو راح نحل صفحة 48 وصفحة 49 بكتاب النشاط طبعاً عندنا هذا التمرين بسيط كلش هذا التمرين من مين جبنا الحل مالته؟ الحل مالته جبناه من صفحة 30 بكتاب الطالب أوكي؟ قال لنا بهذا التمرين Now answer the questions about the people in the student's book الآن أجب الأسئلة حول الناس في كتاب الطالب يا ناس يقصد على الناس اللي بصفحة 30 بكتاب الطالب أوكي؟ النقطة أي سائلنا قال لنا هل ذهب أحمد إلى المنتزه؟ بالجواب يعني لا هو لم يذهب هل تمارا نسلت قلمها؟ لا هي ما نسلت القلم مالتها هي نسلت الكتب مال إنجليز مالتها أوكي؟ فنقول no she hasn't يعني لا هي ما نسلت القلم مالتها هي لقد نسيت كتبها الإنجليزية أوكي؟ نقطة C ليش زينة متحمسة؟ شنو اللي مخليها متحمسة؟ هي زينة أبوها خبرها قالها اشتريت لك كمبيوتر جديد أوكي؟ فنجاوب نقول because her dad أو تقول because her father يعني ما تقول her dad يعني ما تقول her father فيهن هن صحيحات ما بيهن أي مشكلة has butter a new computer يعني لأن والدها أو أبوها اشترى لها كمبيوتر جديد تمام؟ why is Salman frightened؟ ليش سلمان مرعوب؟ ليش سلمان خاذ؟ نقول because he has just read a ghost story لأن هو استوى قرأ قصة مال شبح أوكي؟ هاي هنانا أخوان هاي مو عند نهاز المفروض نجيب التصريف الثالث للفعل زين هذا مو read يقرأ هذا مو التصريف الثالث للفعل لا أخوان هاي read الفعل read هو نفسه بالماضي ونفسه بالمضارع ونفسه بالتصريف الثالث بالمضارع نقرأ نقول read بالماضي شون نقرأ؟ نقرأ read شون نقول لون الأحمر read تمامي يكتب نفسه الكتابة مع المضارع بس هو بالقراءة تختلف بالماضي وبالتصريف الثالث نقوله read read مو read أوكي؟ ننتقل للصفحة 49 أخوان بصفحة 49 هنا نشقال لنا على هذا يقل لنا دورنا كلمات المشاعر دور لياهن 11 وحدة أوكي؟ وبعدين نشقال لنا قال لنا أكتبهن هنا أنا كتبتهن لكم وأنتو دوروهن وأشروهن هنا بهذا أوكي؟ أشروع عليهن تمام؟ أخوان حتى ما يطولوا الفيديو عليكم أريد الفيديو يصير قصير شيريد معدكم؟ أنا كاتبهن لكم باعů لها ودوروها هناك وأشروها دوروها هناك وأشروها وأشروها باعوا لهاي دوروها وأشروها وكلهن أيضا باعو لهن وأشروهن عدكم هنا بهذا أوكي؟ أشرهن عليهن تخلي الدوارة كيفك أي شيء أنت؟ تخلي عليها جوها خاط كيفك؟ مو مشكلة شلون ما تردون تأشروهن أشروهن تريد تخلى عليها دوارة تريد تخلى عليها خاط كيفك أنت المهم تأشرها تمام هنا أنا قال لنا اكتبهن هنا write the words here اكتبهن هنا الأولى sick يعني من تقول واحد يشعر بالمرض مريض frightened happy excited معناها متحمس sad معناها حزين great hungry معناها جائع angry معناها غاضب upset معناها منزعج thirsty معناها عطشان tired معناها تعبان تمام بعدين هنا قال لك compare your answers قارن أجوبتك ويا من تقارنهن قارنهن ويزميلك شوفه نفسك لو شني شكاتب كاتب غير شي اللي موجودات هنانا كلهن كتبتهن لكم هنانا تمام 11 وحدة 2 4 6 8 10 11 تمام هو طالب من عندك تدور 11 وحدة ما المشاعر متنسون أشروهن هنا أنا فوق أشروهن باوعلها وأشرها باوعلها دورها وأشرها باوعلها دورها وأشرها أشير لك شكرا أعم sneaky أشروهن� لنشهر أشرها موقود